لَبَيْكَ اللَّهُ مَا لَبَيْكَ لَا لَبَيْكَ لَا لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُّ لَا لَبَيْكَ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة في حجة الوداع في سنة العاشرة للهجرة بدأ بالطواف صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا نبينا صلى الله عليه وسلم أرمل في الأشواط الثلاثة الأولى أي أسرع في المشي مع تقارب الخطى وهذا خاص بالرجال دون النساء ما وجد المعتمر أو الحاج إلى ذلك سبيله فإنه يسرع سرعة خفيفة مع تقارب الخطى هذا من فعل نبينا صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم بالنسبة الأشواط لا نعرف ما كان يدعو نبينا صلى الله عليه وسلم فالأمر فيها واسع فإن شاء سبح أو كبر أو قال لا حول ولا قوة إلا بله أو استغفر الله سبحانه وتعالى أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فكل ذلك مشروع ونبينا صلى الله عليه وسلم كان كل من مر على الحجر الأسود استلمه وكذا كل من مر على الركن اليماني استلمه أي مسه بيده صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم بين الركن اليماني وركن الحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذب النار فيدعو كل من طاف بالبيت بما فتح الله عليه بأنواع الأدية فلو اكتفى فقط في الطواف من أوله إلى آخره بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذب النار لكان كافيا لأنه دع الله سبحانه وتعالى بأنواع الخير خير الدنيا والآخرة ولم يترك شيئا ولو سأل المولى عز وجل وقال اللهم إني أسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما عذا من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم لكان كافيا ولو سأل المولى عز وجل فقال لها اللهم إني أسألك دخول الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتم منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم لكان حسنا وكل أعلم بأحواله وظروفه وما يريده من مولاه سبحانه وتعالى فلا نحجر واسعا ولو استعان بكتاب فقرأه بينه وبين نفسه ولم يرفع صوته ولم يشوش على طائفين لا كان في ذلك لا بأس به ولا منع منه وخاصة إذا لم يعتقد بأن هذا الدعاء خاص بالشوط الأول أو الثاني أو الثالث أو السابع وللحجر الأسود خصوصية أنه يأتي يوم القيامة له عينان تبصران وشفتان يشهدان لكل من استلمه بحق كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم وللحجر الأسود تاريخ كما أن للكعبة المشرفة تاريخ فقد اعتدي على الحجر الأسود وذلك في القرن الثالث الهجري ودخل القرامط عليه من الله ما يستحقون وقتل الحجاج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وصعد الذي كان على رأسهم وجلس عند باب الكعبة وقال أين الطير الأبابيل واقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه عندهم قرابة ربع قرن وهو عندهم والكعبة دون حجر أسود ولما ردوه أو رجع الحجر الأسود لم يعد كاملا بل بقيت منه قطع سبعة أو ثمانية أكبرها كحبة التمر وهي ملسقة اليوم هذا الموجود في التاريخ أو في تاريخ الحجر الأسود وهو دليل على أمة كلما كانت قوية دافعت عن مقويماتها ودافعت عن كل شيء وكلما ضعفت الأمة طمع فيها أعداؤها واقتحم حتى أماكن المقدسة التي عندها نسأل الله العفو والعافية فلو طاف الطائف وجعل الشوط الأول دعا فيه لنفسه لكان حسنا ولو دعا في الشوط الثاني لولديه لكان حسنا ولو دعا في الشوط الثالث لزوجه وأولاده لكان حسنا ولو دعا في الرابع لإخوته وأخواته ومن يقرب إليهم لكان حسنا ولو خصص الخامس في الدعاء لأقاربه من جهة العمومة والخؤو التي لكان حسنا ولو جعل السادس للجران وعموم المسلمين لكان حسنا ولو جعل السابع لبلده ووطنه بأن يحفظه وأن يجعله الله مستقرا آمنا وسائر بلاد المسلمين لكان حسنا فليست العبارة بكثرة الأدعية إنما العبارة بإخلاص وشيء يكون في قلب المؤمن المتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فقد رؤي رجل في المنام كما والحديث ذو شجون رؤيا في المنام فسألوه في المنام ما فعل الله بك قالنا في الجنة بسبب دعاء فلان لي فذهب أبناء هذا الميت لهذا الرجل وقالوا له كلنا صلينا على الميت ما هي الخاصية وما هي ميزة دعائك حتى أن الله استجاب لك وولدنا في الجنة وكان هذا الرجل لا يحسن ولا يحفظ ولا يقرأ دعاء الجنازة كما هو حال الكثير من الناس من الغافلين الذين لا يجلسون لحلقات الذكر في المساجد ويستمعون الدروس فلما ألح عليه أولاده قال لهم أنا لم أزد عن كلمة واحدة لما وضعوا الجنازة رأيتها وسمعت الناس قرأون ويتمتمون فقلت يا ربي هذا لو كان ضيفي لأكرمته اللهم إنه ضيفك فأكرمه هذه الكلمة التي قالها فقط من الله عليه وأكرمه لأنه كان صادقا وغفر له وجعله من أهل الجنة فلا يقلق الحجاج والمعتمرون من قلة معرفة من الأدعية للدعاء فإن الدعاء قد يكون دعاءا صغيرا لكن صاحبه مخلص يكون فيه أثرا عجيبا عليه في دنياه وفي أخرى بعدما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعا صلى خلف مقام إبراهيم لا يغفل الحاج المعتمر أن يغطي كتفه الأيمن قبل أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ومقام إبراهيم هو هذا المقابل باب الكعبة بالزجاج والنحاس وتحته صخرة كان بقيت فيها آثار أقدام سيدنا إبراهيم عليه السلام لما كان يعيد بناء الكعبة هو ولده إسماعيل بقيت هذه الآثار وكانت هذه السخرة التي عليها آثار أقدام إبراهيم عليه السلام قريبة من باب الكعبة فلما جاء عمر بالخطاب ورأى عدد الناس وزيادة الناس في الطواف استشار الناس فأخر هذا المقام إلى المكان الذي هو موجود فيه اليوم لكثرة الزحام من باب التخفيف على الناس فيصلي ورأه أو في أي مكان من المسجد الحرام وقبل أن يصلي ركعتين يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ويصلي ركعتين الأولى بالفاتحة وقل يائه الكافرون والثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد لفعله صلى الله عليه وسلم ثم يتجه إلى ماء زمزم الماء المبارك ماء زمزم لما شرب له فيشرب منه ويتضلع لفعله صلى الله عليه وسلم أي يشرب كثيرا وقد غسل به النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وهنا وقفات لأن ماء زمزم لما شرب له وقد جاء أبو ذر الغفاري في بداية الدعوة الإسلامية لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة وانقطع في المسجد الحرام وكان طعامه وشرابه هو ماء زمزم فقط قال حتى تثنت عكني أي سمن ولا صار له كرش كما يقول الناس بالعامية وذلك ببركة هذا الماء المبارك ولسلفنا الصالح وعلمائنا عبر التاريخ أدعية كثيرة عند شرب زمزم فقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عبد الله بن المبارك أنه لما شرب زمزم قال اللهم هذا لعطش يوم القيام اللهم هذا لعطش يوم القيام وسأل الخطيب البغدادي لما شرب من ماء زمزم أن يوفقه الله سبحانه وتعالى بأن يحدث بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم في جامع المنصور بعد عودته من الحج وأن يسر الله له كتابة تاريخ بغداد وأن الله سبحانه وتعالى يمن عليه إذا مات أن يدفن بجوار قبر رجل صالح فلما رجع من الحج إذا به يعين في مزيد المنصور ليقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويفتح الله عليه فيتم كتابه تاريخ بغداد ولما مات دفن بجوار ذلك الرجل الصالح وابن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن يقول عن نفسه أنه دعا الله سبحانه وتعالى بأن يرزقه الله العلم فرزقه الله العلم ويقول يا ليتني دعوت الله أن يرزقني العمل يقول يا ليتني دعوته كذلك أن يرزقني العمل الحافظ بن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري أمين المؤمنين في الحديث في القرن العاشر الهجري يدعو الله سبحانه وتعالى في حجة من حجاته أن يرزقه علما في الحديث كعلم الحافظ الذهبي فيرزقه الله سبحانه وتعالى ويفتح عليه وبعد مدة يأتي الحج فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه علما أكثر من الحافظ الذهبي فيفتح الله عليه والد صاحب متن الجزارية أل هذا المتن الذي يدرس في المدارس القرآنية وفي المساجد هذا والده لما حج دعا لولده بالصلاح وبالعلم فمن الله على ولده فصار عالما وألف كتبا كثيرة ومن هذه الكتب رسالة صغيرة هي متن الجزارية الذي يقرأه القاص والداني هذا ببركة الدعاء عند شرب ماء زمزم فلا يغفلن الطائف والساعي والذي جاء مكة المكرمة ضيفا عند المولى عز وجل أن يدعو الله سبحانه وتعالى في كل المواطن وخاصة عندما يشرب ماء زمزم فمأ زمزم لما شرب له نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعل حجكم مضرورة وسعيكم مشكورة وذنبكم مغفورة وتجارتكم مع الله لا تبور والسلام عليكم ورحمة الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا ليك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمرك لا ليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر